رئيس النهاردة بيشرح لي الحضور في هذا المؤتمر تجربة مصرية هيئة الشراء الموحد حضراتكم عارفين كان قابل كده وزارة الصحة تشتري لوحدها القوات المسلحة تشتري لوحدها الداخلية تشتري لوحدها المستشفات مش عارف ايه التعليم العالي يشتروا لوحده اي حد يعني منتكلم حتى منتكلم على ادوية مستلزمات طبية منتكلم على هذا القطاع الاكلة حتى كل واحد يشتري حاجة لوحده كان كده زمان كان كده الموضوع يعني وزارة التموين تشتري لوحدها لو الزراعة عايزة حاجة يعني وهكذا سيد الرئيس تعامل فكرة جميلة هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي هذه الاهيئة بترأسها اللي هو بها زيدان مسؤولة عن توفير كل احتياجات مصر هذا الرجل هو المسؤول عن هذه الهيئة هيئة ضخمة الهيئة دي كنا مع سيادة الرئيس في مستشفى المعادل العسكري في احد الايام يمكن تمنتاشر عام تمنتاشر وتسعتاشر متذكر كان يوم جمعة وكنا هناك الساعة ستة صباحا سيد الرئيس اليوم ده تكلم على هيئة شراء الموحد كانت بدأت في الوقت ده سيد الرئيس كان بيدي رقم قال الهيئة دي لما عملناها وفرت لنا في حاجات معينة مليارات تكلمك على اربع سنين مثلا ولا خمس سنين حاجة بالمعنى ده يعني مليارات النهاردة الرئيس بيتكلم على ارقام انه بدل ما الوزارة او جهة الفرنية تروح تشتر لا هذه الهيئة تجيب كل حاجة مصر ما انت لما تروح للمصر الفرنية او الشركة الفرنية في المانيا ولا في بريطانيا ولا في امريكا ولا في روسيا ولا في الصين ولا في اي مكان انت رايح تجيب حاجة دولة مش حاجة وزارة او هيئة فلما تبقى داخل ما هو كده انا راح اشتري حاجة حاجة عشان الميت مليون غير لما راح اشتري حاجة للعشر مليون او المليون يبقى هنا الفارق ترايح بقى تشيل شئلة كبيرة اوي وداخل تعمل تعاقد هائل للدولة يبقى التعاقد الهائل ده يشغل مصانع ويشغل شركات لدولة مش لهيئة او جهة او وزارة فيبقى الهيئة دي وفرت توفير هائل لمصر في الاخر الهيئة تجيب يبقى انا هنا قوات مسلحة لها احتياجاتها تروح لها الشرطة احتياجاتها تروح لها حتى لو داخلي يعني حتى مش لازم يبقى خارجي اسواق داخلية او خارجية الاتنين هنا محتاجين مستشفات كذا محتاجة قطاع خق يبقى انت بتعمل هذه المنظومة من خلال هيئة واحدة تدي كل ما فيش حاجة نقصة بش حاجة نقصة بس شوفوا التوفير قديه سيد الرئيس كان بيقول لهم على هذا النموذج النهاردة قال لهم تخيلوا طبعا ده المستحيل اللي هو انه تعالوا قارل افريقية نعمل حاجة بس بيقولوا انه ده ممكن يوفر لنا قديه ويوفر كمال المواطن اللي بيتعالج بيوفر تكاليف علاجه زي ما حصل في مصر هي تجربة ايضا نموذج مصري ايضا رئيس كامبيتش راحه النهاردة للناس اللي حضروا هذا المؤتمر نسمع